طيب عايز أسألك كمان على إزاي شايف السوشيال ميديا ورد فعلها النهاردة على القرار الرئاسي بالإفراج عن الغريمين والغريمات القرار طبعا يعني الحقيقة القيادة السياسية في كل مناسبة بتؤكد على الدعم الشديد للأسرة المصرية المرأة ثم الأسرة المصرية قرار مفرح قرار جيه في وقته قرار بتشتغل عليه الدولة بقالها فترة من آن لآخر بيتم الإفراج عن مجموعة من الغريمين والغريمات دعم كمان رئاسي للمرأة الرئاس النهاردة وجه أكتر من رسالة ووجه رسائل طبطبع المرأة المصرية الأسرة يعني المرأة وسيادة الرئاس تكلم عن نقطتين مهمين إضافة طبعا عن كل النقاط المهمة اللي سيادته تكلم فيها تكلم عن صندوق دعم وتنمية الأسرة الدولة بتعمل يعني بيبقى فيه عمل مؤسسي لإحاطة الأسرة أو إحاطة المرأة داخل الأسرة لأن المرأة عمود الأسرة بالتالي إحاطة المرأة ومن خلالها إحاطة الأسرة مجموعة من الإجراءات اللي بتحمي أو بتمنع عنها مصارف الزمن أو الملمات أو الأزمات أو شوفنا سيدات كانوا معنا النهاردة في الحلقة ست كان عند عربية ملاكة عند جزء وعندهم محل بيبيعوا فيه دوم الزوج توفق قررت تبيع كل ده وتجيب ميكروباس وهي أفقينها وتشتغل عليه بتقول لي بشتغل من ست الصبح لاربع العصر سيئة لو تفتكر يا عمر صندوق دعم وتنمية الأسرة ده كان مصار للشائعات استهداف بالشائعات هياخدوا مننا في الجواز مش عارف تلاتين واربعين وهياخدوا مننا دي الشائعات اللي كان مستهدف بها صندوق مهم أو مشروع قومي الحقيقة مهم لأنك أنت بتضمن فيه حياة المرأة لإدارة أسرتها بعد أي ظروف بتتعرض لها خمسين سنة بتشيل أنابيب على كتفها وتطلع بها سلامة يعني أنت بتدعم المرأة هنا أنت لما بتدعم المرأة هنا مش بتدعم المرأة في حد ذاتها أنت بتدعم مجهودها لحماية الأصل مسألة الرئيس تكلم عن انحياز الدولة أو انحياز الرئيس نفسه للمرأة الحقيقة هو مش انحياز هو محاولة لمزيد من تمهيد دور المرأة في المجتمع بنقدر الكفة أكيد آه يعني عادل الكفة لأن أنت النص المجتمع هو ست وتلات تربعة هو الست كمان لأن المرأة هي مسؤولة عن تنمية الأجيال الجديدة كمان من الرسائل المفترض أن احنا نفكر فيها أكتر من المرة هي طريقة التربية يعني معظم المشاكل اللي عانينا منها أو عانت منها الأسرة خلال التلاتين سنة الماضية كانت نتيجة خلل في التربية خلل في التنشئة سواء تنشئة الزكر أو تنشئة الأسرة وده اللي أصمر أو أصفر عن أسر بعد تلاتين سنة نعمل بنعيشها النهاردة أو بدأنا نعيشها قلال عشر سنين اللي فاتت فيها زي ما نقدر نقول تشوهات في العلاقة بين الراجل والست أتصور أن احنا محتاجين ضمن أو بمناسبة الإجراءات اللي اتخذتها الدولة لحماية المرأة أتصور أن احنا محتاجين نعيد التفكير في شكل التنشئة الزكر وتنشئة الأنسة التنشئة للراجل والتنشئة للست هتخلق مجتمع متكامل احنا محتاجينه لتقليل أقدر أقول لك يعني المساوئ اللي بنشوفها يعني خلال العشر خمسطاشر سنة الأخير عندك حق ترجمة نانسي قنقر